السلام عليكم البنات اللي سأساعدكم بخير صباحكم بروك نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله في الفيديو اليوم أعطيكم هذه الوصفة بزف 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 جبت لكم هذه الوصفة وعند تجربة سابقة يعني ماشي غير رجيس وعطي سهل لكم ولا جربتها مرة ولا جوج كل مرة كنت أمشي الحمام كان ديرها وزوينا وتعالج الشعر غير جربوها البنات وسأتبليكم النتيجة في الأول مرة في الدرسوها سيبليكم الفرق كبير بزف وسيغتوا البنات اللي دارين سباغة ولي دارين لا ماش را كتلق ليهم وتحيد ليهم هدك تقصف الشعر اللي بزف وأنا كنجربها بزف حقاش حتى أنا تقصف ليه شعري بلا ماش وأحسن حاجة هذي تتبعوها والله را هزوينا وأنا سأعطيكم مقادر دابا فيها زنجلين كما تعرفتوا زنجلين راه فيه الدهنيات راه زوين وفيها بيضة كما تعرفتوا البيض حتى هو ورها مفيد بزاف الشعر دينا ونصف بانانا أنا أدرت هذه البانانا ما طيبة بزاف من الأحسن إذا كانت طيبة مزيان نطيروها من الأفضل وكاسة زيت البلدية سأخذنا المولي ناكس لكي سنطحنوا هذا الشيء كامل وخليكم معينا نوركم طريقة كيفية نحن بمات سأخذ الكاسة المولي ناكس سأخذ فيه زنجلان بانانا بانانا ونصف بانانا بانانا يكتب مودع لكي نزيد البلدية وضع الكاس و حتى البناس لديكم قليلاً قليلاً و دعوكم معي ونعرفكم في الأخير طريقة كيف ترى محطة الخالي اتضح ندمج شعرنا ورأي طبيعة الحلقق قبل لا نخسله سوف ندره اخشى المساج سوف ندهن به شعركم وتمسعوا به وسيخطوا تديروا فيها البلايس المتقصفة بزيف وتخليوا شي ساعة دي لما كانت سوف تدخلوا ودوشوا بصحة وراحة وممكن تسمنى هذه الوصفة تكون أشباتكم وغيجربوها رغضا معنا لحسابي وانا دي ما كنديرها وغندير هذا بانيس ان شاء الله خلصكم الاخير ولجبكم الفيديو والبناس ما تنسوش تابونه ومعايا فلاشان وتخليوا لي الجيم والكومنتر ومرحبا بكم عندي ومخلصكم الاخير بسلامة